حلقة جديدة من زون ميكست على إكسبرس أفهم أهلا وسهلا مرحبا بيكم شكرا لكم على اختير الفريقنس متاعنا الوقت عنا لحدش وسبعة دقائق سوعة من زمان عديوهم أبعضنا حتى لنص نهار معاكم بشير قروي كوتي ميكرو شكرا لحمز على مستوى الإخراج سليم بن عمار في الإخراج الرقمي تتفرجوا فينا كل عادة على إكسبرس أفهم سور فيسبوك كيف كيف على الشين يوتيوب متاعنا إكسبرس أفهم كل عادة مانيش واحدي في الستوديو معايا مكرم الحزقي أهلا وسهلا مكرم مرحبا أهلا وسهلا بيك بشير تحية ليك وتحية إلى فريق العمل وبطبيعة الحال كل مستمعي إكسبرس أفهم بداية أسبوع موافقة للجميع بداية أسبوع نحكيو فيها على أهم ما صار في الويكيند أكيد وبش نحكيو على عدة مواضيع تهم فرقنا التونسية اللي قاعدة تحذر للغوبيز متاع الشامبيونة اللي بش تكون نهار 17 أوت اللي تبقى الرئيسي اليوم ألوك شنو عنا بش نحكيو على الترجي رياضي التونسي البلايلي رسميا في الترجي فما مفاوضات مع سعد بغير بالرمضان ضمن الاهتمامات وكردوزو بإعاز من الرئيس حمدي الله مدب جاهز لرفع التحديات نحكيو كذلك على الملعب التونسي اللي تحاول اليوم أصبح العين دراهم ركاز الفريق كانت غادرة الجمهور ينتظر فماذا عن البديل كما قلنا مع اقتراب موعد عودة البطولة ذاكوش يكون في الجزء الأول فالجزء الثاني من الميسيون بتاعنا نحكيو على النجم الرياضي الصيحلي وغضب كبير في سوسة عريضة للمطالبة بالشفافية الإدارية والمالية صفر انتداب إلى حد الآن والدو يفكر في الرحيل نحكيو زادة على النادي الأفريقي لقعد يواصل في تحضيراته في تبارخة يتمالك يلتحق بالمجموعة الحمروني كيف كيف يرجع مع الجروب والبارحة كان تلعب ماتش ميكال في بعضهم يعني الجوارات في بعضهم وإشادة من الجماهير بعمل الصفحة الرسمية ذوما الأربع محاور اللي بش نتناولهم في حلقة اليوم من زون ميكست أما البداية بيش تكون بالتراجي للتونسي معاك مكرم الاتراجي اللي كيما نقولو حتى الويتس سوپرير في علاقة بالمركات وانتدابات بالجملة وانتدابات خاصة من الحجم الثقيل يعني نحكيو على دي جوار كنفرمي ويسرطو ويسرطو الاتراجي يعني يستنو فيه دي شايانس كبار نحكيو على الشامピونة الكوب سوپر ليگ الشامピانس ليگ وانتدابات خاصة من الحجم الثقيل صحيح بشير ريهانات كبيرة وستحققات كبيرة تنتظر فريق التراجي ريادة تونسي صاحب لقب الدوري الموسم الفارت وليلعب شامпионز ليگ معناه africain جمهور التراجي الموسم هذا يعالقو أمال كبيرة خاصة على الاستحققات الكارية وممكن زاده يكون موجودة سوپر ليگ معناه استحققات من الوزن الثقيل كن خولو استحققات كارية ودولية من الوزن الثقيل بار كونتر تطلب لاعبين بجودة وبمهارة أرفع بشيكون بارابور للعام الماضي اللي شفنا الترجي رغم اللي لعب النهائي شامبيانز ليغ لكن كنت عنده نقايص وما خلتوش ربما ياخو شامبيانز ليغ وما خلتوش حتى في السوبر ليغ يحرص اللقب دعم صفوفه انت لقف المركاتو وكيما قلت انت يا بشير رفع ما بين قوسين في النسق متاع الانتدابات وفي جودة اللاعبين العقد يوسف لبليلي مرة أخرى سيجدد العهد مع الترجي والظروف اللي صارت الأخيرة اللي كنا تناولناها واذكرناها بشير كانت كذلك عام المؤثر مع رغبة لبليلي في الالتحاق بالترجي الريد التونسي يبقى يوسف لبليلي واحد من أفضل اللاعبين اللي مروا على تاريخ كورة القدم التونسية كلاعبين الجانب لاعب بجودة عالية رغم تقدم مبابين قوسين في السن لكن يبقى متميز انه هي كالموسم الفارض 30 مساهمة تهدفية 26 معناها 26 مباراة 30 مساهمة تهدفية 16 هدف 14 أسيست حتى في مشواره مع الترجي 104 مباراة كان 21 أسيست 21 هدف 37 معناها أسيست 58 مساهمة تهدفية البليلي معناها حتى وجوده بش يرفع مسكواد من القيمة التسويقية بتاع الترجي اللي بيمكنه بش يكون ثالث قاريا من ناحية القيمة التسويقية ما بعد سانداونز والأهلي وكيد ومؤكد بش يكون لول في تونس هذا لا شك ولا اختلاف بنظر للفوارق الكبير وما بينه بقية النوادي الأخرى على مستوى القيمة التسويقية لاعبين أخرين زادت ترجي فاوض فيهم كما ذكرت أنت يا بشير منهم مقوناة لاعب الجناح اللي يلعب في الدوري الجنوب أفريقي لاعب محترم جدا سيتانجور اكسبلوزيف أفضل مراوغ في دوري جنوب أفريقي اللي فيه عدة لاعبين مهريين ونعرفوا الدوري جنوب أفريقي كالدوري متاع كاليتي تكنيك زد على ذلك معناه أربعة مناسبات كان في المنتخب أول مرة تم ادعوته المنتخب مع بروس المدرب البلجيكي اللي أحرز اللقب السابق مع الكامرون والعب ثالث معناه في أخر أمم أفريقيا اللي عب عنده خصال البروفيل المتوقع ومكانياته قادر بش يعطي إضافة برابور لعطيها غشة والموسم الفارطي ليكا بابل بش يكون أفضل متعدد الخصائص صحيح في المراكز الأمامية اللي عب في أكثر من المركز لكن يبقى أفضل مركز ليه هو مركز الجناح الموسم الفارط تسعة مساهمات تهديفية في ثلاثين مباراة صحيح أرقامه ماهيش كبيرة بشير حتى خمسة وستين مباراة لأجرهم مع فريقه الحالي معناه ثلتاش مساهمة تهديفية يبقى لاعب على مستوى التكتيكي متميز على مستوى البدني متميز مراوغ بيمكانه بشكون جناح خط يبقى بشير لو كتب له الانظيمان في الترجي يحسن على مستوى قراراته لأنه أحيانا في وضعيات يعمل السعيد والسهل في الأخير وزيد نخوله الأرقام صحيح ماهيش كبيرة بشير لأنه فريقه صحيح ماهوش معناه من الفرق التقليدية في جنوب أفريقيا أنهى المركز الرابع على ثلاثين مباراة فريقه بشير سجل واحدة وثلاثين هدف معدل هدف وحيد معناه ماهوش أكل فريق الهجومي ماهوش أكل فريق اللي يخلق كثير فرص معه الانتدابات الأخرى بشير اللي متوقع بش تكون التراجي مشاه لللاعبين اللي هما كون في رمي لللاعبين اللي عندهم معناه تجارب سابقة في التراجي ووقتهم ما يندمج معناه الاندماج متاحه ماهوش بش ياخه وقت نعرفه أنه داخل على ريها نيت عندهم يعني فكرة لجواره هني بش نجاو نحكيه عليها ماما هوني حابي تركز شوية على ماكوناه الجواره ذا اللي من المفروض بش يوصل لغدوة لتونس بش يعمل الفيزيت ميديكال وهوني نحكيه علي قيمة الصفقة حسب الصحافة الجنوب أفريقية يقول لك الترانزاكسيون ذا بش تكون في حدود ستة مئة وخمسين ألف أورو نستنعو ربما إضافة من اللاعب ذا خاصة أنه لتراجي في المواسم الأخيرة كانت عندو مشكلة على مشتوى الأجنحة وهوني في علاقة ربما بالريكروتمان اللي كان عملوهم للتراجي ما كانش موافق بنسبة كبيرة وقت اللي نحكيه على أندري بوكيا وقت اللي نحكيه على أنسر تاممون على إيوالا وقت اللي نحكيه على أسامة بوغر ولو أن أسامة بوغر معنات كان فالورسور في بيج حسين الدين غش اللي كيف كيف رجع لتزير دونك من عرش كان شطرني الرأي ولا لي فهم هاك ها لجي بي بان خلينا نقوله بالنسبة للجورات اللي يلعبوا في الإزال في الإستيرانس اللي كنت تسمي فيهم الكل بشير ما فهماش أك اللاعب اللي كان سوبر ما فهماش أك اللاعب اللي كان مؤثر ما فهماش أك اللاعب اللي فيهم كان حاسم في المواعيد الكبرى لأنه المقياس متع نوعية اللاعبين هذو ما اللي ينتدبهم الترجي حاشتوا بهم في المسابقات القرية حاشتوا بهم في السوبر ليج حاشتوا بهم في الشامبيانز ليج في المواجهات المباشرة شفنا أداءهم الموسم الفارض حتى شكل الهجوم للفريق الترجي ما كانش معناها بصورة المميزة لو كانوا في أفضل جاهزية وفي أفضل استعداد ما كانش يلقى الصعوبات هذيكة ضد الأساك في تونس على مستوى الإنهاء رغم حجم اللعب وخلق الفرص ضد الأساك على مستوى خلق الفرص في مرحلة الإياد زد على ذلك مباراة النصف نهائي رغم اللي يتعدى شوفنا التراجي ما عملش حجم لعب كبير لكنه كان واقعي في الدور النهائي غاب معناه شكل الفريق الهجومي الأدوات والتصرف متع المدرب كان موفق في جانب كبير لكن الأدوات ما كانتش فاعلة وتنجم تعمل أكثر ما اللي عملته مفاوضات مع سعد بجير اللعب اللي قدم مواسم متميزة في الدوري السعودي رغم اللي انخفض مستويه في الموسم الأخير سعد بجير في الموسم الأخير أرقام ومشاركاته ليست نفسها ما قبل الموسم الأخير لكن يبقى البروفيل اللي يحتاجه التراجي في تركيبة وسط الميدان خاصة نقولوا أحنا ساس في وضعيات ربما لو كان جاء ثم جناح مية في المية ربما متميز وسوبر ربما ساس يولي لاعب معناها ريجيسور في نظام لاعب أربعة ثنين ثلاثة واحد يكون خلف المهاجم شفنا ساس ملاعب الإمكانيات فنية كل مكان متواجد في أنصاف المساحات الجهة اليمنى وديكروشي على سقيه ويعمل لفراب كل مكان معناها قريب لمناطق الجزاء فيه تفاهم مع رودريقاس إنعاد رودريقاس بوجود البلايلي بوجود مكونا أكيد شكل الفريق الهجومي التراجي منتظر بشيكون أرفع عما كان عليه الموسم الفارط يا بشير بالنسبة لسعد بجير فما جواريخ رزادت خمم فيها لسبرانس واني نحكيو على محمد علي بالرمضان اللي فما الاهلي اللي تنوينا تتعاقد مع محمد علي بالرمضان اسمه متروح اسمه متروح في الاهلي ودجا عنده مدة كونه بالرمضان مع تتخمم فيها رغب الشيء موجودين زوز لاعبين في البروفيل متاعه ومعناها قيمة ثابتة وملاعبية على مستوى عالي إمام عشور وأفشل لاعب الحاصل في كل المنسبات والمواجهات الكبرى وفي الاسبرانس فاردان الاسبرانس تسكر مع سعد بجير ما تشوفش اللي سعد بجير ومحمد علي بالرمضان الزوز يلزون براتيكم المم بروفيل بشير لكن حتى لو كانوا متشابهين في خصاص محامد علي بالرمضان إليه كاببل بشيكون بوليفالون أكثر من سعد بجير سعد بجير إليه كاببل بشيكون في الزون كتورز كوم ريجيسور كعشرة خلف المهاجم بالنسبة لمحمد علي بالرمضان إليه كاببل بشيكون جناح داخلي ماهوش جناح خط لأنه فما فرق بين جناح الخط وبين الجناح الداخلي كل ما يكون متواجد وقريب في اللي زون القراب للكاج والقريب للمهاجم كل ما يعطيك إضافة محمد علي بالرمضان لاعب على مستوى النوادي متميز بإمكانه بشيكون حل من الحلول واعتقد إن كتبت صفقة تعمل محمد علي بالرمضان بش تكون صفقة من التراز الرفيع وصفقة للاعب قيمة ثابتة على مستوى النوادي داخل قارة الفريق يكيد نحن ما زالنا بش نتابعوا لامريكات ومتاعا لتراجي رياضي التونسي لتراجي رياضي التونسي اللي دجا عمل أمبرومية تيست اللي ويكاند هذية ضد فريق مستقبل سكرة وانتصار عريض يعني حداش مقابل سفر في المقابلة هذية ثلاثين لزيندين كادا ثنائية لكيباسوي بونتو الكل من أمان الله مجهد هيثم الضو وقبلو محمد بن علي حسامة قا وينساس في انتظار طبعا مباريات أخرى من الحجم الثقيل لكلها مباريات عددية بشير احنا نرى في فترة تحذيرات مهما كانت النتيجة ومهما كان الأداء في الفترة تحذيرات ليست بالمقياس وما بالك بأول جولة وأكيد فم برشا مدربين يبدأوا بمنافسين معنا نقولوا نحن أقل قيمة وأقل مستوى لأنه في فترة تحذيرات فترة تحذيرات معروفة شارج البدني يكون كبير يا بشير وبيتي تبتي معناه كل ما تتقدم الخدمة كل ما يكون الزيد البشري موجود على ذمة المدرب 17 أوت الموعد المنتظر وارد جدا بش يتأخر معناه في المسابقة المحلية الوقت ما زال مع دخول المنتدبين أكيد بش يكون التراجي يجهز نفسه في أفضل جاهزية عند الانتلاق المسابقات حتى يقدم موسم قارياً أفضل من يقدمه الموسم الفرد حكينا على التراجي راضي للتونسي فاصل قصير ثم نحكيه على فريق الملعب التونسي